على باب الانقراض يا سالة أنا متأكد بأن ما قام به اتحاد العاصمة ليس هناك فريق افريقي آخر غير اتحاد أو غير فريق جزائري يستطيع القيام بهذه الخطوة ربما البعض يتساءل يقول لك لماذا إذن تنقل الاتحاد إلى بركان وإلى وجدة تحديدا وقام بكل ما قام به في نهاية المطاف ينسحب لأن القوانين واضحة ودراسة القوانين كانت على أعلى مستوى الاتحاد لم يعطي أي فرصة لمنافسه حتى يتوارى وراء هذا الفراغ القانوني أو ذاك كان على الاتحاد التنقل والقيام بكل إجراءات القانونية سواء مع محافظ أو منتذب اللقاء أو مع ثلاثي التحكيم لذلك ذهب الاتحاد وحاول أن يقدم كل ما كان مطالب أن يقدمه كفريق مقبل على دور يعني أيها بنصف نهائي كأس الكاف وفي نهاية المطاف وجد نفس السيناريو الذي حدث في لقاء الذهاب تلك الخريطة الوهمية التوسعية المزعومة كانت دائما محفوظة على قمصان الفريق المغربي لذلك لم يكن أمام إدارة الاتحاد سوى القيام بالانسحاب كخطوة رافضة لكل محاولة الإنقضاب على القوانين المعمول بها سواء في الكاف أو الفيفا أو حتى في المثاق الأولمبي لذلك اليوم نحن أمام معظلة قانونية اخترنا هذه المرة أن نواجه وأن نأخذ بزمام الأمور من حيث القانون ذهبنا إلى الطعس في مباراة الذهب وسوف نذهب أيضا إلى الطعس في مباراة العودة بعد صدور قرار الكاف الذي في نهاية المطاف عندما يكون يخدم ذلك تلك الجهة يعني تسارع هذه الهيئة في اتخاذ القرار الصارم ضد كل ما هو جزائري دون التمحص أو محاولة استدراك ما قاموا به في مباراة الذهب ترجمة نانسي قنقر